جل إنما نلفت نظري بقى حاجة لازم نقف عن ده إن واحد من أصحاب الطيار العلماني أو واحد من أصحاب الفاشية الفكرية هستخدم مصطلحاتهم بقى واحد من أصحاب الفاشية الفكرية يعني اللي ما يبقاش زيه يبقى جاهل ورعديد ووحش وكذا 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 بيقول الآتي خدوا بالكوا عشان تعرفوا فين الأزمة بيقول كلمة كافر التي يبررها بعض سماسرة الدين كلمة كافر التي يبررها بعض سماسرة الدين بشكل باضات لغوية بشكل باضات لغوية لإيهامنا بأنها كلمة عادية وهي كلمة لها تبعات كراهية وإقصاء وفاشية في المجتمع تجعل من مجرد ذكرها من مجرد أنت سامع الكلام خد بالك بقى أشوف الفاشية الفكرية اللي عنده هو تجعل من مجرد ذكرها وتدولها الجريمة يجب منعه تجب يعني حقولها تاني كلمة كافر التي يبررها بعض سماسرة الدين بشكل باضات لغوية لإيهامنا أنها كلمة عادية وهي كلمة لها تبعات كراهية وإقصاء وفاشية في المجتمع في المجتمع تجعل من مجرد ذكرها وتدولها جريمة يجب منعها تهى أو الجزء الاقتباس اللي أنا عاوز اقتبسه من كلمته التي ذكرها لكن بقى أعوزين نقف ونتأمل ونشوف الكلام ده حكاية حكاية شقلبازات لغوية الحقيقة هذه تدل على جهله هو يعني يا حبيبي أنت جاهل في اللغة طب إحنا هنعمل إيه؟ إحنا مستفتنا نعمل معك إيه؟ إنت حضرتك شايفها شقلبازات لغوية طب ما أنت عندك شقلبازات فكرية طب هنعمل لك كيف شقلبازاتك أنت؟ طب إذا كان شقلبازاتك موصلتكش لفهم معنى المصطلح ولمن يطلق وعلى من يطلق وما هو معناه في القرآن الكريم وبتجعل أنه في لفظ قرآني ترديد جريمة لا يبقى الحقيقة يؤسفني أن أقول إنما المجرم أنت القرآن ليست فيه جريمة القرآن لا يحمل ألفاظا فيها جرائم خسئت وقطع لسانك القرآن لا يشمل ألفاظ يجرمها القانون أبدا إنما فهمك أنت هو اللي يجرمه القانون أنا مليش دعوة أو تستخدام واحد جاهل هو اللي يجرمه القانون أنا مليش دعوة يعني أنت عاوز تسقط جاهل الناس أو بعض الناس على آيات القرآن الكريم ما ينفعش الكلام ده عيب لا القرآن ما فيه جرائم مش للدرجة دي هو دخل في مشكلة عشان إيه بالمناسبة يعني يسوق لبضعته هو دخل يطبل في المطبل زي ما بيقولوا كده يروح دخل بالمناسبة يلا يلغي القرآن بالمناسبة يلا يلغي النص ده كمان يلا يلغي الكلمة دي كمان هو ده اللي حصل اللي حصل أن فيه ناس لا ناقة لهم ولا جمل وراح دخلين في الموضوع كل واحد له حساباته كل واحد له حساباته ترجمة نانسي قنقر